السوق الصعودي اليوم الأربعاء حيث حقق مكاسب طفيفة منتصف الجلسة ثم تراجع أمس عند الإغلاق بنحو 45 نقطة وأغلق أيضا في جلسة أمس عند 7802 و30 نقطة لكن جاء هذا تراجع بضغط من قطاع المصارف كما نعلم وهو القطاع الموجه لدفة السوق أيضا بقيادة سهم الراجحي لكن السوق أمس في الإغلاق استطاعت في نفس الوقت أن تعوض نصف الخسائر في فترة ألمزات تقريبا وارتفعت بحوالي 40 نقطة بتداولات 180 مليون ريال تقريبا لازلت السيولة ضعيفة لكن ذلك ربما يظهر نوعا من التذبذب في السوق في ظل المعطيات الجديدة للنتائج المالية لربع الثالث التي سجلت كما نعلم جميعا تراجعا بنحو 8% مقارنة بالربع الأول والربع الثاني لهذا العام لكن ربما يجعل ذلك السوق أيضا مشاهدين الكرام أكثر استقرارا في حال ظهور نتائج سلبية متوافقة مع التوقعات أما إذا كانت الإعلانات إيجابية للشركات المالية كما سنشاهد ونستكمل اليوم معظم الشركات فهي بالتالي ستحفز السوق للارتفاع نتيجة التداولات في معدلات ربما سعرية منخفضة للمتداولين والمستثمرين حجم السيولة أيضا حققت راجع أمس جلسة الثلاثاء وكانت تركيز أو أكثر التركيز أمس في التداول على أسهم مصرف الراشحي وأيضا أسهم مصرف الإنماء أيضا أسهم شركة سابك التي كانت بنحو أكثر من 175 مليون ريال هذه مشاهدين الكرام لمحة سريعة لإغلاق جلسة أمس الثلاثاء ولكن ننتقل الآن لإفتتاح جلسة اليوم كما نشاهد تراجع حاد في مؤشر السوق السعودية تراجع بنحو 18% ما يقارب الواحد في المائة تقريبا عند 7770 نقطة متراجعا بحوالي 62 أو 63 تقريبا في المائة تداول لا زال أقل من المليار وهو حجم ربما يعتبر ضعيف جدا كما ذكرنا ربما لبعض العوامل الاقتصادية وبعض العوامل الجيوسياسية بعض العوامل الخارجية والداخلية التي ربما أثرت على السوق السعودي لكن مشاهدين الكرام والمتداولين في السوق السعودي لا زلنا في الجلسة الأولى في صباح هذا اليوم لا زلت لدينا الجلسة الثانية والثالثة وحتى انتهاء جلسة اليوم لعل المؤشر يستعيد أو يقلص بعض الخسائر التي نشاهدها الآن ماذا عن الشركات التي سنستعرضها اليوم حيث الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المهندس ناصر الناصر يتوقع أو توقع بدء خدمات الجيل الخامس لقطاع الشركات في المملكة مطلع 2020 وأضاف أيضا الناصر خلال اللقاء على هامش معرض جايتكس دبي 2019 بدبي أن الاتصالات السعودية رفعت عدد المواقع المجهزة بالجيل الخامس في مختلف مناطق المملكة وأشار الناصر أيضا إلى أن حاضنة الأعمال تحتضن 28 مشروعا باستثمارات وصلت تقريبا إلى 60 مليون ريال وبلغت قيمتها السوقية 300 مليون ريال لفت الناصر إلى أن إسبايريو الشركة ساهمت في خلق 160 ألف وظيفة منها وظائف أيضا بعمل جزئي ماذا عن سعر السهم للاتصالات السعودية نجده متراجعا لكن السعر يعتبر حتى الآن هو سعر يعتبر معتدل 180 ريال هللة التراجع بحوالي 1 وقرافة النصف في المئة أيضا ماذا عن شركة الخضري التي قالت أن وزارة النقل أبلغتها بتاريخ الثامن من أكتوبر الجاري عن فسخ عقد استكمال ربط أصفان مع الطريق المحوري بمنطقة الجوف ونظرا جاء هذا الإلغاء لتكليف المشروع من ميزانية الوزارة أوضحت أيضا شركة الخضري في بيان لها على تداول أنه قد تم فوترت ما نسبته 2% من إجمال قيمة أعمال المشروع مبينة أن الأثر المالي المترتب على فسخ هذا العقد يتمثل في خسارة لها بمبلغ حوالي أكثر من 36 مليون ريال تقريبا هي على ثبات عند 5 ريال و39 هل لا كما نشاهدها شركة إكسا للتأمين التعاوني التي أعلنت أنها تلقت تعميد من شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل والشركة المتحدة للبيع بالتقصيد بتجديد عقدها لتقديم خدمات تأمين المركبات المملوكة للشركتين لمدة سنة ميلادية واعتبارا من الأول من يناير من العام القادم 2020 هذا وتتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد بنحو 5% من إجمال الأقصاد المكتبة لشركة إكسا للتأمين ويتوقع أيضا أن يكون لها تأثير على النتائج المالية لعام 2020 ماذا عن السهم لنشاهد السهم مرتفعا بحوالي 12.13 قرابة الأربعة عشر بالمئة ليصل إلى حوالي 25.80 ريال ماذا مشاهدين الكرام عن الأسهم القيادية في السوق السعودي التي قادت انضمام السوق للأسواق الناشية وأيضا هي نفسها الأسهم جميعها التي تقود السوق باتجاه هابط أو مرتفع مع قطاع المواد الأساسية نشاهد سابق بالرغم أن سابق كانت حتى جلسة أمسية الأعلى تداول بعد قطاع المصارف سهم الإنماء وسهم الراشحي إلا أنها اليوم تسجل تراجع بـ 21% ليصل سعر السهم عند 89.70 ريال هللا بعد أن تخطط لفترة في الأسابيع الماضية حاجزة 9 ريال للسهم أيضا معادن التصنيع سبكم العالمية وسافك وتراجع جماعي في قطاع المواد الأساسية عدا المتقدمة نجدها على ثبات في جلسة اليوم عند 46.80 ريال نشاهد أيضا قطاع البنوك وهو القطاع الموجه والضاغط الأكبر على مؤشر السوق أيضا هو على تراجع جماعي مصرف الراشحي تصدر القائمة بـ 1.5% متراجع أيضا الإنماء البنك الأهلي التجاري سام برياض الجزيرة ربما بعض العوامل المؤثرة ضعف التداول أيضا ربما هو مؤثر في جميع هذه القطاعات مشاهدين الكرام تراجعات شبه جماعية تبقى لدينا قطاع الاتصالات لنشاهد قائمة قطاع الاتصالات فيما إذا كانت أيضا في تراجع شبه جماعي إذن الاتصالات المتنقلة السعودية هي الوحيدة على ارتفاع بواحد تقريبا وقرابة نصف في المئة أما معاد الاتصالات السعودية واتحاد الاتصالات على تراجع بأقل من الواحد وحتى الواحد والنصف في المئة إذن ما هي العوامل هذا ما سنسمعه مع ضيفنا اليوم بإذن الله عن العوامل المؤثرة في السوق السعودي وتراجع السوق السعودي الأسهم الأكثر ارتفاعا والأسهم الأكثر انخفاضا أيضا نشاهدها الأسهم أكثر ارتفاعا في السوق المالية السعودية يتصدرها اسمنت الشمالية ربما عاد قطاع الإسمنت إلى المشهد تقريبا مع كثرة المشاريع اليوم التي تشهدها أو يشهدها الوطن إكساء التعاونية أيضا نماء للكيمويات ولدينا مبرد والاتصالات المتنقلة السعودية كما شهدنا هي الوحيدة من قطاع الاتصالات على ارتفاع إذن تبقى لدينا أيضا الأسهم الأكثر انخفاضا في السوق المالية السعودية في جلسة اليوم الأربعاء بوبا العربية هي تتصدر القائمة بحوالي اثنين وأكثر وأكثر عفوا من النصفة في المئة سافك والحكير والبنك السعودي الفرنسي متراجعا أيضا ومدقلف للتأمين إذن مشاهدين الكرام هذا عن افتتاح جلسة اليوم ومزاج مؤشر السوق السعودي في جلسة اليوم الأربعاء